نستمرين بمحطات صباحنا غير ووصلنا للمحطة الأخيرة أكيد يا سلمة وصلنا لمحطتنا الأخيرة مثل ما بتعرفي بفصل الخريف كتير من السيدات بعانوا من جفاف البشرة كيف ممكن نحصل على بشرة ناعمة ورطبة وبعيدة كتير عن الجفاف معنا اليوم لناخد النصايح المهمة همسك ريم أخصائية بشرة يساعد صباحك وأهلا وسهلا فيك ريساعد صباحكم ريساعد صباحك أهلا وسهلا فيك يعني دائما تغير الفصول هو يمكن المنبه الأول عند كل سيدة بالعموم لبشرتها نحنا هلأ فصل الخريف خلينا نحكي شو المشاكل اللي بتمر في البشرة خلال هذا الفصل نحنا مو بس جايين على فصل الخريف نحنا كنا كمان بفصل الصيف تعرفي فصل الصيف في درجة الحرارة عالية ونتعرض للشمس غير هيك إنه منروح كمان على المسابح ونتعرض لميت الليكلور يعني نحنا جايين على فصل الخريف وكمان بنعالج الأضرار اللي نحنا ضررناها بفصل الصيف هلأ أول شي إنه بفصل الخريف بتعاني البشرة من الجفاف فلذلك نحنا كعناية ننا نكسف التأشير والكريمات الترتيب بتكون مكسفة لحتى نحنا نتهيئ كمان لفصل الشتاء لأنه بصير جفاف أكتر والترتيب بو بس نا يكون من الخارج يعني حتى من الداخل لأنه أغلب الناس بس يجي فصل الخريف والشتاء بتخفف من شربة للمي وهذا الشيء أبدا ما بيصير لأنه نحنا لازم كل يوم على الأقل نشرب 8 كاسات مي في كتير ناس بتيجي بتقول لي 8 كاسات أنا منيحة إذا شربت كاسة مي لا بالعكس المي كتير مفيدة لحتى نرطب بشرتنا وجسمنا نحنا مو بس البشرة اللي هو الجسم والشفايف وكله أعرفت كي همسة خلينا نحكي عن نوع ماسك بنسب كل أنواع البشرة ممكن يستخدموه هلأ ويستفيدوا منه هلأ وأكيد بعض الأضرار اللي صارت مثل ما قلتي بالبشرة من فصل الصيف هلأ عنا ماسكين أنا اليوم رح أحكي عن ماسكين الماسك اللي هلأ بدي قوله تبع خمير تلبيرة منيح للأضرار الصيف ومنيح كمان للبشرة الدهنية اللي عنده حبوب اللي بتعاني من الحبوب هذا الماسك كتير فوائده منيحة لأضرار الصيف اللي هو الكلف النماش التسبغات علامة الحبوب والماسك الثاني كمان منيح لإحنا مقبلين على فصل الخريف والشتاء ماسك خميرة البيرة مكوناته عبارة عن معلقة خميرة بيرة معلقة عصير الليون ومعلقة ماء الزهر أو ماء الورب وعننا الماسك الثاني هو كتير منيح للترتيب بزيد نسبة الترتيب هلأ لأنه عشان نحن جايين على الشتاء معلقة عسل مع صفار البيت مع معلقة زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو أو زيت السمسم زيت السمسم لأنه فيه نسبة ترتيب عالية وزيت اللوز كتير منيح للبشرة أو زيت الزيتون ما في فرق يعني اللي متواجد عنا بالبيت فينا نحطه طيب خلينا نحكي عن استخدام الماسكين ويمكن عم بسأل عن الاستخدام لأنه عادة بنشوف كتير ماسكات بنستخدمها يمكن بطريقة غلط أو بنحضرها بطريقة غلط فبيصير في عنا يمكن تأثير ما رح أقول سلبي كتير لأنه الطبيعة ما بتأثر على جسم الإنسان سلبيا بس ما بأخد النتيجة المرجوة منها اي صح هلا عندك أول ماسك اللي ذكرته طبع خميرة البيرة نحنا بعد ما حطينا المكونات معلقة 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 منخلطه منيح منحطه على الويش هلا لمدة تقريبا شي عشرين دقيقة لأنه هو ماسك تيني طبعا أنا لما أقولي الويش ننحط كمان على الرقبة فينا نحط على الجسم بشكل عاملنا اي كتير منيح للإيدان فينا نحط للما في مشكلة لأي مكان هذا ماسك كتير منيح منحط على الويش تقريبا يفضل عشرين دقيقة لأنه هو بيصير مثل ماسك تيني هذا طبعا لما بتجي بتحطه لزبونة بتقلي حرقني وجي كتير وصير تحس بغزوزة هذا شعور طبيعي جدا يعني ما تخاف أي واحدة بتتحطه هذا بناسب جمالا كل البشرات يعني اثنين أو ثلاثة بالمئة اللي ممكن يدايقون أو يعمل لهم تحسس بهالحالة إذا صعبوا هيك شي منغلي مية البابونج منخليها لا تبرد بعد ما بردت منمسح وجنا فيه منيجي نمسح وجنا فيه ولا كأنه في شي هلأ الماسك الثاني هو متل ما قلت لك بيرطب كتير منيح هلأ لفصل الشتاء مع لقة عسل طبيعي مع صفار البيض مع مع لقة زيت زيتون أو لوز الحلو أو السمسم منخلطه منيح منيح منودهن على الويش وعلى الرقبة طبعا ومنتركه كمان خمستاشر دقيقة يعني أكتر شي ماكسيمو إنه إحنا للعشرين دقيقة بعد هيك ما فيه أي فائدة ومنغسل الويش طبيعي بتحس كتير تفرق بشرتها إن كان بماسك خمير تلبيرة ولا إن كان بالماسك تبع العسل والبيض والزيت كتير كتير رائع طب همسا خلينا نحكي عن التأشير فوائد التأشير وأنت الوقت الصح اللي أم سيدات بتأشير وشون الوقت والمدة بين التأشير الأول والثاني قده لازم تكون شوفي هلأ دايما فيه ناس تيجي بتقلي أنه أنا ما رح أعمل تأشير بالصيف بخاف لا أبدا هذا الحكي ما نوصحيح نحنا بالصيف منتعرض للشمس أكتر نتعرض لأنه نكلف ننمش فالتأشير بالصيف فيني أعمله من مرة لمرتين بالأسبوع يعني الفاصل بناتهم ثلاثة يام بس التأشير شو؟ أنا بدي أعرف شو نوع التأشير التأشير بدي يكون نوع من أنواع السكراب الخفيف كتير إحنا منسميه جوماجي يعني مثلا عشان ننصح اللي عم بيسمعونا أنا لما بدي أشتري أي نوع تأشير بدي يكون كريمي مثل الرمل وما يكون في حبيبات كبيرة لأنه البشرة ما بتحب تتخدها الشي اللي بيجهدها يعني السكراب لازم يكون كتير ناعم ولا هو بيخرش البشرة أما فوائد التأشير كتير منيحة بالصيف وبالشطة يعني نظرية خاطئة جدا للي بتسمع أنه التأشير بتخاف منه بالصيف بس حسب نوع التأشير هلأ الفوائد أنه تأشير بجدد خلايا البشرة بنشط الدورة الدموية هذا كلها يعطو بيعطي للبشرة نظارة يعني كل وحدة بتأشير بالشطة بالأسبوع من مرة لمرتين كتير بتلاقي بالشطة نظرة بس في أنه أنا بعد ما أعمل التأشير أسكر مسام وجي وهذا أهم شيء لأنه أغلب الناس ما تسكر مسام وجي طيب كيف تتسكر مسام وجي هلأ تسكر مسام وجي هلأ تسكر مسام وجي يعني بدي يكون بالطونك إذا ما عنا يعني ما في حدا هلأ التونر أو التونك ما حدا بيعرفوا أو بيستخدموا لأنه هو أساسي أصلا للبشرة أو أقل شيء مي باردة على الأقل هلأ مي باردة إيه بس ما بتسكر المسام كاملة ما نحنا بدنا إيه بالطريقة الصح عرفت كيف فهو التونك أو أو ليمون فينا كمان منسكر فيه المسام بس أنا بفضل إنه التونك طيب هو منيح الليمون لتسكير المسام عنا مية الرز كمان إذا عملنا تأشير كنا عاملين مية الرز صفيناها بردناها حتى نها بالبراد لمدة أسبوع بعدين ما بتنفع مسحنا فيها وجهنا كتير منيحها بتسكر المسام غير إنها بتوحد لهم البشرة طيب همسة خليه نحكي شوي يمكن دايماً نحنا الأسئلة اللي بتوردنا أو الناس بتحب إنه هي تسألة لكل أخصائي هو عن شيء ممكن يعمل بالبيت لأنه غالباً في ناس تقولك خارجة أنا المستحضرات مشكوك فيها أو أنا ما بقدر أختار شو اللي بيناسبني أو مثلاً مستحضرات غالية أو مستحضرات غالية فدايماً بيكون عنا الأسئلة شو أنا ممكن أقدر أعمل بالبيت حكيتي عن السكراب بالعموم السكراب اللي الرائج أو اللي الناس بتعرفه اللي هو اللي بيخلطوا السكر مع الزيت فبيصير فيه سكراب ولكن هاد ممكن يخرش البشرة مثل ما حكينا لأنه حبوب السكر الكبيرة وأسية حتى لو انخلطت مع الزيت العطري أو الزيت العادي صح أنا ما كتير تماماً شو فيه نوع سكراب ممكن ينعمل بالبيت من اللي حكيتي عنه يكون خفيف على البشرة هو نوع من السكراب هو ماسك وسكراب مع بعض تماماً وعنا كمان ماسك تاني ممكن نستخدمه ماسك وسكراب اللي هو العسل والملح والقهوة 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 إنه كل الناس ناسبتون نحنا نحن نحكي عمومي شي ناسب الكل رفتكي وشي مجرب بصراحة أنا عم بحكيك على شي مجرب يعني مو لما إذا بدنا على الماسكات ملعن ماسكات أكيد بس مو كله بناسب كل أنواع البشرة تمام أكيد همساً متشكرك لو وجودك معنا متشكر نصائحك القيمة ونشوفك بحلقات قادمة شكراً إليك إن شاء الله شكراً إلىكم يا أهلا وظهر سهل بيتي